طيب خلينا بقى اي نحكي للرياضيين احنا برضو بما اننا اتكلمنا عن صحة المرأة وصحة الرجل رياضيين احنا عارفين انهم بياخدوا اكيد ليهم يعني مش كل انواع الرياضة لكن فيه رياضات اللي هي خاصة بكمال الاجسام والحديد والحاجات اللي هي البادي بلدين دي ممكن ياخدوه في العادي في ايامهم العادية هو بقى حابب يدعم بحاجة اكتر محتاجة جسمه كتمرين ده موضوع تاني ولا يكتفي بيه حتى لولادنا اللي ممكن لسه بيبدأوا في تمرينات سباحة كرة يد كرة سلة هيبقى مهم الرياضين هيبقى مهم ومناسب لهم جدا الالعاب القوة بياخدوا حاجة سابلمنس كمان معايا دول اللي بيلعبوا بقى الحاجات الالعاب القوة بياخدوا حاجات تانية اكترا لكن الالب مولتي فيت مناسب لكل الرياضين اولا ملم مجموعة فيتامين بي هيبقى مناسب للاعصاب ومناسب للتمثيل الغذائي والنشاط والطاقة فيه فيتامين سي وفيه فيتامين وفيه زينك مناسب جدا للمناعاتهم فيه الكالسيوم اللي بيقدر يحسن خلايا العزام عندي الفوليك أسد هيبقى مناسب لهم جدا فطبعا بنصح الرياضين وبنصح الناس اللي مش رياضين ما نفضلش طول الوقت عادي يعني نحاول حتى السيدات اللي في البيت لما بتشتغلش وناس بتساعدها في البيت سيدة تانية بتساعدها في البيت أو الحاجة تحاول تمشي شوية توضى بقضيتها يعني الحركة مهمة يعني بقول على طول في الحركة بركة ما ينفعش أن أنا طول الوقت أريح يعني يعني هو دل يعني بقول للناس يريد الحياة كلها بقينا خلاص يعني ايه بنركب العربية هننزل هنا طب هنمشي حتة دي خصف الحر بقى يلا هي دي المشكلة نطلع السلم العفقة تتوع السلم ده مفيد جدا اه اصلا يعني أنا دايما يعني أقول فين أيام كنت الحد ما أنا حامل في الفيسر لو الأسلسير بقى عطلان ايه هنطلع عبرين ده صحة على الرغم أن تتوع السلم في التعود عليه والله يصحة فعلا العضلات الرجلين والجسم حلوة جدا فأنا يهميني مع قلب مالتي فيت ان انا بحاول غير اللايف ستايل بتاعتي وحاول غير لايف ستايل الأكل شوية مش بقول الناس قلوا ايه وما تكبوش ايه كل كل حاجة بس بالمعقول وأوقات بقى بلاش نبعد عن أوقات بالليل دي بالليل دي في أخطر أوقات ناس كتير بيخلوا وجبة للرئيسية عشرة بالليل لا طبعا ماينفعش وناس عايزة تخس تقولك أنا هصحى مافطرش ماينفعش الفطر هو اللي هيعليك الحر شكرا